بسم الله الرحمن الرحيم إخوتي وأخواتي أبنائي وبناتي في الساحات أعزائي في القوى الأمنية أيها العراقيون الغيارة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخاطبكم في هذه اللحظات التاريخية العصيبة وأبدأ حديثي المباشر بالتأكيد مرة أخرى على انحيازي إليكم بمشاعري وعواطفي وجهودي وبكل ما أملك من مساحة ودور وقوة أستمدها منكم ومن نهوضكم الوطني المجيد أنتم أيها الشباب الأمل والصحوة والضمير والصوت العالي الوطني الذي نؤكد عبره ومن خلاله مجدنا الوطني ونواجه به التحديات ونكافح فساد المفسدين ونرد كيد الأشرار معكم في تظاهراتكم السلمية ومطالباتكم المشروعة ومعكم في رفع الحيف ومحاربة الفساد ومعكم بإنصاف القطاعات المظلومة والمهمشة من أبناء العراق ومعكم وأنتم ترفعون الرايات والأعلام العراقية عاليا لكي يبقى الوطن وطن جميع العراقيين وأن تكون تظاهراتكم سور الوطن وسياجه المنيع معكم بسلميتكم وضد أي قمع واعتداء أخاطبكم وفي الوقت نفسه أخاطب الأجهزة الأمنية وهم إخوانكم هم أنتم وأنتم هم لستم فريقين متخاصمين أنتم تعبرون عن مطالبكم وهم يحفظونكم ويحفظون الأمن والنظام أمن بلدنا وشعبنا فدعم القوات الأمنية مسؤوليتنا جميعا وسيكون من صالح الجميع أن ينجح المتظاهرون في التعبير بحرية وسلام عن مطالبهم وأن تنجح قواتنا الأمنية بمهماتها في حفظ الأمن العام ومنع من تسول له نفسه اختراق التظاهرات والإساءة لها هذه الأخوة ما بين المتظاهرين وقوى الجيش والأمن هي التي ساعدت على أن تتحول هذه التظاهرات الكبيرة إلى احتفاليات عظيمة بالوطنية العراقية وبارتفاع الأعلام الوطنية والنشيد الوطني في الشوارع والساحات بعزم ملايين الشباب بإرادة العوائل الكريمة في بغداد والمحافظات التي شاركت وجسدت المعاني العميقة لوحدك الشعب بأبهى صور الوحدة والتآخي والتضعمة مشتركين معا نحفظ الأمن العام والممتلكات العامة والخاصة ونحفظ الوطن يقينا ليس هناك حل أمني القمع مرفوض واستخدام القوة والعنف مرفوض الحل في الإصلاح الحل في تعاون الجميع من أجل حفظ الأمن العام ومواجهة المجرمين الذين يريدون سوءا بالعراق أشير بهذه المناسبة وأنا بصدت الحديث عن علاقة المتظاهرين بقوى الأمن أشير إلى التشخيصات المهمة التي جعلت بخطاب المرجعية الجمعة الماضية وإلى تقدير الخطاب لحراجة اللحظة التاريخية الراهنة لبلدنا وشعبنا التاريخ يعلمنا أيها الأحرار أن صوت الشعب أقوى من أي صوت وإرادة الشعب هي الأمضى ومستقبل العراق وهدفنا جميعا لأن يكون مستقبلا مشرقا وكريما لا شك أن الحكومة مطالبة أن تكون حكومة الشعب كما أشار إلى ذلك الدستور ورسخته تضحيات العراقيين المطلوب هو إجراءات سريعة تقتضيها المسئولية القانونية لمحاسبة المجرمين والمقصرين في استخدام العنف المفرط أثناء الاحتجاجات الأخيرة وتقديمهم للعدالة عبر القضاء وحسم هذه الملفات بأقصى شعور بالمسئولية والعمل بحرص شديد ودقيق لمنع أي محاولة للإنفلات الأمن في هذه الظروف تتأكد مرة أخرى أهمية أن يكون السلاح بأيدي الدولة نتوقع عملا مضاعفا من الحكومة ومؤسساتها للشروع بتنفيذ فعلي لمبدأ حصر السلاح بيد الدولة الدولة وحدها وليس بأيدي جهات منفلتة وخارجة عن القانون لا أمن ولا إطمئنان من دون هذا من دون احتكار الدولة وحدها للسلاح هذا يساعدنا في ضبط الأمن وفي تفادي معارك واقتتال ما بين جماعات مسلحة كلما تنافرت هذه الجماعات واختلفت وفي هذا الظرف للبرلمان جهد استثنائي وأهمية كبيرة فالبرلمان وهو صوت الشعب وقاعدة التمثيلية الوطنية ينبغي أن يكون أول من يتصدى لمطالب المتظاهرين ويعمل على تنفيذها تشريعيا ورقابيا كما يعمل على محاسبة المقصرين والفاسدين نؤكد هنا أنه تمت المباشرة بإحالة ملفات فساد إلى القضاء للبت فيها وفق القوانين والأحكام السارية هذا الموضوع حساس وله أولوية متقدمة ويجب التعامل مع قضايا الفساد الكبرى بمنتهى الشفافية والإخلاص للقانون والحقوق العامة نأمل عملا مشتركا ما بين السلطتين التشريعية والتنفيذية يتجاوز الأطر الروتينية ويساعد على ععادة تجسير العلاقة ما بين السلطات والشعب بهذه المناسبة أشير إلى أننا في رئاسة الجمهورية باشرنا فعلا بعمل متواصل من أجل قانون انتخابات جديد مقنع للشعب ويعالج مشكلات القانون السابق ويسمح بانتخابات أكثر عدلا وأشد تمثيلا لمصالح الشعب بما في ذلك حق الترشح للشباب وبما يحمي أصوات الناخبين ويمنع محاولات التلاعب والتزوير ويحقق استبدال المفوضية بمفوضية مستقلة حقا ومن رجال القضاء والخبراء وبعيدا عن التسيس والمحاصصة الهزبية مع إعادة تشكيل دوائرها بمهنية وبعيدا عن الحيمنة الحزبية نتوقع في الأسبوع المقبل تقديم مشروع القانون الذي نعمل عليه بالتعاون ما بين الدوائر الرئاسة الجمهورية وعدد من الخبراء والمختصين والمستقلين ومع خبراء في الأمم المتحدة كما نعمل الآن في رئاسة الجمهورية للتمهيد لحوار وطني للعمل من أجل مناقشة ومعالجة الاختلالات البنيوية في منظومة الحكم وذلك وفقا للسياقات الدستورية والديمقراطية ويعمل على تلبية المطلب المشروع للعراقيين في حكم رشيد يتجاوزون من خلاله إلى الوثغرات التجربة الماضية وأيضا يساعدنا في هذا العمل نخبة من الخبراء والقانونيين الكفوئين والمستقلين وأريد أن أؤكد أنني كرئيس للجمهورية سأوافق على انتخابات مبكرة باعتماد قانون الانتخابات الجديد والمفوضية الجديدة للانتخابات فشرعية الحكم تأتي من الشعب ولا بديل لذلك لقد كان الأخ رئيس الوزراء قد أعلن موافقته على تقديم استقالته طالبا من الكتل التفاهم على بديل مقبول وذلك في ظل الالتزام بالسياقات الدستورية والقانونية وبما يمنع حدوث فراغ دستوري إنني أواصل شخصيا المشاورات واللقاءات مع مختلف الكتل والقوى والفعاليات الشعبية وذلك من أجل تحقيق الإصلاحات المنشودة وضمن السياقات القانونية وبما يحفظ استقرار العراق ويحمي الأمن العام ويعزز المصالح الوطنية العليا يقينا أن الوضع القائم غير قابل للاستمرار نحن فعلا بحاجة إلى إصلاحات جدية وتغييرات كبيرة لا بد من الإقدام عليها لقد وضعتنا مطالب الشعب العراقي على المحك وفي الملمات والشدائت يظهر الصادقون والمخلصون والرجال الوطن الحقيقيون يظهرون ليجعلوا من المحنة والشدائت وسيلة للوثوب والنهوض والتقدم يجب أن نجعل من هذا الضرف مناسبة للبناء والتقدم وأن نحول دون الاندفاع والنكوص إلى الوراء سواء أن كنا حكومة أم برلمان أم فعاليات شعبية فأن المسئولية تلزمنا جميعا بحماية الوطن من العبث ومن سوء نوايا العابثين مثل ما تلزمنا بالتخلص من الفساد والمفسدين لذلك أدعوكم أدعو أنفسنا إلى حماية وطننا والحفاظ على سلمية التظاهرات لكي نستطيع جميعا تحقيق المطالب المشروعة والنهوض بالعراق معافا أنا معكم وسأبقى كذلك وسأبذل قصار جهدي من أجل تنفيذ المطالب الحق وأتابع باهتمام استثناء مجريات التحقيق بما يخص الشهداء والجرحى قلبي وعميق مشاعري مع عوائلهم الكريمة التي تستحق من الدولة كل إنصاف وتقدير لا فضل لأحد بهذا الإنصاف أنه مسؤولية وأمانة وإلا فلا خير في موقع مهما كان رفيعا وكبيرا إن لم ينصف مظلوما وينقذ فقيرا من فقره ويحمي بلدا ويعز أبناء العراق يستحق من الكثير ليكن سلام العراق وأمنه وتقدمه ورفعته وكرامة أبنائه هدفا يوحدنا جميعا دمتم بحفظ الله ودام العراق بكم عزيزا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته